المخدر والذي تباينت نحوه البلد إلا هلقات أمراكم على النهات تقدمة فولادية ينسيق بلاد البلد بإحكام يعمل قاط على الحد من تقبل البلد نتيجة لإدمان 80% من الشعب على تقوص تخزينه بعد تخزين القاط بعد ساعات لدخل الشخص إلى أعباك الذي يفرض فيها سليمان مولى يستغلق في ذكرية مسكة رأسه تابعا الدفر الأحمر إلى ذنب رهما البلد فيها سفر قاحلة لا يجبها سوى البدل وفيها الجبار الشهقة التي بنيت على صفوحها ألقر المائية ألقرون وخمار الغمود يحجب هذه الأرض عن العالم الفارجي ويودي عداد التباعي المضوشة ويخفي بدمان البلد وعلى نطاك الواسع على القرب اليمان المعروف باتبتة الجزيرة العربية مشهور بمنازله شبيهة بالقلاع التي بنيات قربة وعلى قمم الجبال التي يسهب الوصول إليها وفي سنعات أرسمة اليمن ألقات أحداث الحياة اليومية يتدفقان معهم وفي المنازل الشبيهة بالقلاع المبنية من الطين منذ عام ستمائة للميلاد تعدلها الأمم المتحدة وكاة الاثم عالمي مدينة سنعات من أقدم مدن العالم تقول كتب التريف إن حان ابن نور قال بجناء السنعات ينسجن منذ البيوت ذات الجدران التالية مع الأراضي الممتبة وتقطع هذا الإنسجام الوافذ ذات الألوان والتصاميم المميزة قامت اليمن في السابق مملكة قوية تحكمها الملكة سبر قدت تجارة البخور المربحة إلى شرة البنات واسطهرها وكذلك سنو الراتيج والبنو كشل الرمان في الاستذاء على اليمن البلاد التي سميت العربية فيليكس أو العربية الزائدة قامت هذه البلاد النادية بأسر لب أول المستقشفين أولوبيين أيضا كماركو بولن مدينة من أول البلاد التي اعتنقت بيانة الإسلام تنتشر مساجد رابعات البناء والتصميم في هذه البلاد الغمية بالعجائب المعمرية القوى من الأنفاد الماضي إلا أن الزائد تاريخا متنورا مليئا للحروب للغزلات الإسلامية قبل فترة من سمن تارت حرب الأرضية دمرت البلاد بين الشمال والجنوب وفي نهاية أحضة اليمن تحتضاية الديمقراطية عن 1990 لكن نظرت العادة القبلية مغفرة إلى حد كبير إن زيج أرد مغفرة إلى الحارة ونفتر للتقاليد القديمة التي تعود لقرون ما زالت أسعار وجدران صنعات تبنى باليد من الطين في الصباح الداكر وخلف أسوار وجدران صنعات ترجع أسواق المدينة بالنشاط والحيون في الصباح أكثر لوقات نشاط لأن معظم اليمنيين يترسون بقية اليوم بتخزين الكات ترطد النساء الخمارة منذ سن البنور فما يسمحوا بأي أكلم من قدر محارمهم بلؤية وجوهين كانوا أن الخمارة يحمل نسوها وحفظوا قرامتهم أثناء أتودهم وفارج منازلهم حريقة قوقات كالمتالة تقبل أنفس وفيها حرفيون يدرون سنعه الجمال تبحر بثور السمسم لاستخراج سيدي مر والطريقة التقليدية القادمة خلال المهار يعرض بأي أكبر أوراق قبل الجرفة والمعطرة وفارق أهمهم بتدخين المردين يشتري كثيرون التدغى يقدمه في جرسات تخزين الكات عند الأسر فالكتخين جزر مكمن لتقوص تخزين الكات قلق أمتالة تقصروا بيد وتطلب عينوية تنطلئة منها سنعات بتسنيم فريض مميزة تنطلئ الحرفيونك عبدول يفصلون القاتة في صناعتهم الفناجر التقليدية عبدول يفصل القاتل منذ أربعين سنة لأنه كما يقول يساعده في التركيز في عامل أكبر الذي يبلغ السادسة عشر يتبع من الجهدي إما بيخاصي الأوقات منذ أن بلغان حد يتروفون الخرج الرئيسة الأسرحة الشهيرة الوحيدة فنظر اليمنيين يطلعون البنادق ذي مطلق الحرية في اقتناء أي سلح من البنادق اليدوية إلى طاغفات الصور شرف اليمنيين بأسلحة يعكس اعتمامهم وتقديرهم من حرف اليدوية إنهم أيضا يستخدمون عيديهم لتشكيل موافذ الفريدة من نوعها هيا تفحصوا في يبنى من سجن بعين المضرر إنهم أكمل النافذة لمدى سجن جنا لقد أسم الله لكن يأتي الله في جنا التي هي كما تنظر في علم اليمني تنظر إلى ندى كارد. النوية المختلفة من الكارد تبعى وفقاً لرمدات والميزانيات. فتختلف الأسعار حسب النوية والتافيات التي تحدثها. سارعون بات الكارد كابلازيز من مغمى النافق اليمن وإدفعه النفوما. عبدالعزيز مدمنون يعتقد أن الكارد وحد هذا البلد متعدد الكبرى. حيناً على رشك السواجي للمرة الفانية. من ذلك قد وقبيرة عبدالعزيز تبعية عروسه عدوة. يعمل أن يعمل السواج ولم تسوية الخلافات القديمة بينهما. يقوم عبدالعزيز باختيار الكارد لإحتفالات الزفاف التي ستنطد لأسمها. الأسطورة اليمنية ما هو قبل زمن بعيد اكتشف ناعز الميزات لتلكار الكارد المفيد. بالطبع الدفاع أحمس المواصل أحمس المناعزة من خطي أردanted ذويب الكارد لأسطر كارد pster ويسلي ويتعبت تعرف الإسكندر الأكبر على القط وكلي المهو اتفذ معه القادم إلى السير تعرفت أيضا القط من رحية كارستان نيبر عام 1763 وكان المجي الوحيد من الحملة المرسلة إلينا وكتب يتولي قدون أن المرسلة والقات وهو أوراق شجرة معينة توضع في الفن وضمها لكن مالذى السمت وبالنذى ذلك المخدر يبدو أن مضغة تلك الأوراق مجرد عادة لأن مضاق لا سيء ويسبب غامة ويؤثر سلبا على النور وعظة سعر آخر تنقل القاطع عادة بل ضرورة في المناسبات كالجهازات والولادة والختان الذكور والزواج لا يشاء على استعمال حتى أنهم لتغريف جمل تسن إلى عدم سنويا ملتكين من الأوروبيين يتشددون في الحكم على مدمن الكات وهذا يظهر في تعليق يونسي فريكس حيانا بالجزيرة العربية يعتبر القاطع مهما جدا إنه مخدر السلام لكنه يضع بالمنبه الطبيعي الرجال والمساء والأطفال جميعهم مدمنون على القاطع إنه عادة اجتماعية يتمسك بها الجميع من الملك أو سلطان إلى الفقراء في حالة حرب العربية عام ٩٩٩٩ كانوا متحاربون يضعون بلدتهم من وسط النهار حتى أروب الشمس لمنهرسة دقوص تخزين القاطع كان لنا الضابط في الجيش إنه وقت الغداء وبعده تناول القاطع كل من الطرفين يحترم الغداء الآخر يشتري عبد العزيز القاطع من الجبال العالية كيف ينم القاطع على علوم ١٠٠ أو ٢٠٥٠٠٠ متر هذا أحد الأماكن الغنية بزراعة القاطع حيث مبات يغطي الجبال وهذا يعني عدم الاهتمام بالمشاسير الغذائية المهمة كفورا المثمانين بالمئة بجانبونسي اليمن يخزنون القاطع فقد أصبح تهم المشاسير في هذه البلد يغطي الأمام على الأراض التي يزرع في هلطات يغطي الأمام على الأراض التي يزرع في هلطات حتى أنهم يزرعون جوانب الجبال القاحلة المنحدرة لن يكون من القوة هلطات نبدأني لبعضهما في البداية انتصرت القوة على هلطات كما قال جان دي لارو عام ١٧١٦ أعني عدم شعوفون بشرب القهوة لكن في النهاية لم تهد القهوة ندل للنبات العكفرية أهمية ولا ليدلوا خمسة عضاف أربعة فيما تدرب القهوة تسعوا عدة أنواع من الطهد في اليمن لكل من الهاتف يرمون بظل مختلف حيات نبات التلقات طلوها بوسات بينما الأنوان أخرى توجد على عشجان يصل طلوها إلى ٥٠ قدر حيات رفوان مهار يعمل فراس المسلحون في منازل كالابراج على حراسة حكوم القاتل فنها يجب أن يحسد القاتل عمياً في وقت مبكر الحفاظ على جودته تبطف العياد الأعصال فنينة المبتة حديثاً بعناية فريقة ولذن يكون أغرأها كبيراً فلا يتنالك القاتل فنفسه وينضغ بعض الوقت لتساعده على التركيز في عمره يشتري عبد العزيز منظم الأحيان للقاتل مباشرة من القاتفين لإدمر الحصول على ملاية طازجة أفرى وجوده هنا سمع عبد العزيز أخباراً مزاجة نشد خلاف بين عائلته وعائلة عروس المستقبل حول بعد حقول القاتل ومن الممكن أن يغفر ذلك على سواج بل أن العبد العزيز يدعى نزاع خلفه لأن بضاعته الثمين من القاتل الطازج ستنتقل تحت حراسة مشددة من الجبال وصولاً إلى الأسواق النشطة المستحنة بالراغبين بشراء القاتل في هذا البلد تعتبر تجارة القاتل آية في الأهمية إذ لا توجد سامية فيها لم تصل إليها تلك التجارة في التنافس الشرس من الوقت يلخلون الربات إلى السوق بريد وسيلة متاحة تعتمد عائلاتهم على بيع ذلك النبات ترى نعم ورافاه جداً طارقاً من أسول الطاطعة العزيز للسوق يتنوبكله من الشاك النتي والمركبات ع Liligi Mob Jagl sulf tidak webbazaca γалder فيما هو يفقد التفير بال Denver سنسيه برد 24 نصر. 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 وفي تجهيزات ريمة الصفاف تزين العروس بالنقش وهو ديان طبيعي للجسم يزور بشكل تدريدي خلال مدة خلافة عشر لا يسلح الرجال بالدخول إلى حفلة النساب أو برؤية عروس إلى أن برنامجنا حصل على استثمار احتاج كسب فقتهم تصويراً امتد العشر حتى رسلنا إلى هذه المرحلة ومن نساء مباركة أهل بيت العروس وامتدعنا جمالها ستكون في قناة سوجة طفلية لعبد العزيز الشرع الإسلامي يسمح له بسواج من أربع نساء لم يقابل عبد العزيز عروسه من قبل وحايف إنه زواج رتبه الله فسوف أتعرف كل منهم على الغفر في ليلة زفاثهما التي ستكون بعد خلسة عين سبب النساء قد تكون فرق مع بخية النساء بين العشراتين هذه المرحلة مغنية مشهورة فيها إلا أنها عانت كثيراً من أجل فرمها تبع أخيط أن أعلم عن تغني في السر لأن الموسيقى قمت محرمة وكانت تفرق الأدوات الموسيقية أسجلوا مغنون لأنها كانت تصير في الشوارعات من النطاب كانت الشتعين تنهى العينة وتلتعى إلى الحجرة فالنساء من الموسيقى المغنون في الأربعينيات كانوا يغنون في السر وإلا قطع الإمام رؤوسهم أعوذ بالله يا الشيطان الرحمن 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 الرحيم الحمد لله رب العالمين خردوا التوانيل صارماً ولكنهم عوصاً حابل كات وكانوا يتعطاه بعض المسلمين استهدوا كاتو أكبروه نباتاً مهمة لأنه يساعدهم في السهر الدولي ليكونوا بالتهدد والعباد لكن نقف اليمن من القات لتنقضوا مع قعالي من الإسلام حتى أن جارة اليمن والسعودية تقيم الحد على مدل القات بأن يجلب الصوت الأربعين لكن درهم من كل ذلك فالمتبينين اليمنين مصرون على أن أوراق القات تساعدهم في عبادتها يقول البعض أنه يساعدهم على السنة جنر ينوم أوراق غير في شهر رمضان اختفى لنساء بصفاف مبني من على ناطقذات شعبية متديرة لأخفالات الرسمية للجسد مرغولات خاصة عنده ترسم المكرش على الأذرع والسيطان تحمي العروس والعريس من الأرواح الشريرة والجن ومن آدم الحاسدين كما يعتقدون حيث يومنا نسائية ما بقل في أيديهن وعطولهن وعطولهن في هذا يفوق بدرة الاختفالات في منزل العريس وعطولهن 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 يقدر تفصيل القات وهذي يسأمرني طلال النهي والنهر وليما التراتي بفرور الشرية لا يركن رجاله حتى اليوم التالي رحيب العبد العزيز لاستغفال إنه يأمل في أن يدر تفصيل القات جراحا لزعي بين قبيلته وقبيلة عروسه حتى يدر كما تفصيل القات يخبرون سنورتهم من القاتل معهم والتي تدور على مكانتهم الاجتماعية الدورة من طريقة عبد العزيز يكونون بتحية العريس بين طريق السعيد الشعرية بمناسبة الزخرف تفصيل القاتل مع 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 الق في المرحلات الأولى يشعر الشخص بالنشاط والفكة وهو ما يبعى بالكيف وتمتد تلك المرحلة لخمس ساعات يشعر مخزن القات بأنه أكثر نشاطا ويعتقد أن القات يحفز الخيال ويطلق العرام لأفكار يختار عبدالرازي زورة من الخزن الوارب تقدم للدنو في أصحاب المكانة الاجتماعية الأطل وكروعين من التعبير على الشكر يكون لغة الرجال بالإسراء في خبرته يؤكد على عملية الهد باسم التخزين حيث تفصل الأوراق داخل الفن لإستحياب العصائر المرحة فأيضاف المزيد من الأوراق الفنزجة حتى تصبح عبارة عن عجيلة الليينة داخل الهد ويجعر المنبض التعب على هذا النحو نأخذ الأوراق الغدة ونضعها في فمنا ونبتلع ما يوصر منها ونترك ما يتبطى داخل الفنينة لثلاثة وارمع ساعات حسب نوعية الطات ألاك المتعطان شد فجأة مخلاف مع طريق العبوس حول حقول الطات هذا الجدال سيهدد بإلغاء احتفالات السفرة حسب العطاة والتقاليد تصبح نساعات بأن يكون الجانباً بتسليم فناجرهم للشيخ الموجود الذي يرسل في النزاع الفناجر أثمر من تركات الفرد يصل ثمن الواحد منها إلى عشرة ألاف جنيه استرمين مفهد أثمن الفناجر منحوطة من قرن وحيد القرن الأسود الماضى إن وجد الشيخ أن عهدت طرفين مذنب من الممكن أن يبلع الفناجر لدفع فنان الأدرخ القرط يعمل هنا فبسيطاً في النزاع وسيحكم الشيخ القرن أنا أغضب لأن شقيق عبد العزيز يزعم أن حقول القرات التي ورفها عن جدي ماك طلبت منها أن يخبط لي شراية مركية فكان الجواب أن جاءتها إلى طرق العزيز مسلح فعالتنا هنا من وجهنا ديقات وحل مشاكلنا بسلامه وإن كانوا مسرين على سرقة حكومتاتنا سأخارب حتى الموت أصحر فقائدنا الشيخ وفنجر يرهين عندك أن تحفل نزاعنا وأن تجمبنا حرباً قوية وأنا أيضاً أبع الخنجر الجن الخاصة رهينة عندك إلا تثمت بأنني أملك تلك الأرض سأدفع جميع الخسار التي نجمت عن هذا الفلاح الأرض ملكي ورفها عن أبي الذي ورفها عن أبي ولدي جميع الأوراق التي تثبت ملكيتها أعلم أن من يتسبب بحضة الكتال سيدفع عشر تألاف ريال وسيشتري جنة كبيرة وسيؤجر الحفظ الزفاف حتى يسوى النزاع سيحتفظ الشيخ بالجنة الثمينة إلى أن يسترى فقناه وفي أيام التاب يذهب عبد العزيز رسوك الكات معه في رأسه المسلحون هنا يفتار عبد العزيز الكات بحضر لأنه سيهديه للشيخ الذي سيعمل على إحلال السلام وإلا سيؤجر زفافه إلى انتبت وفي منزله يحل الشيخ النزاع دون إراقة الدماء بتقسيم الأرض بالتساوي بين الفريقين المتفاصلين إنها ماتولي سبسالة الآن من الممكن يكمل اختفالات الزفاف سهد الكاتف الترسط لإحلال السلام لكما مفارطة أن حدوله كنت السبب في نشوب النزاع شعرون نحو القاتل يسبب لنا السوادة ويجعلنا نسهر طوال الليل ويجعلنا نتصف ليه تشوق المماري بحياة كريمة ومصفت بالنطي حتى إنك تدو في الاعتقاد لأنك ملك العالم ويجعلنا نتصف ليه تشوق المماري بحياة ويجعلنا نتذكر و loreل و ساعدت و آخدت و يجعلنا نطفل و يجعلنا نطفل يشعر ضيوف برابطة المشتركة بين ما يبدو الجميع بغناء الغغام الشعبية التي تعود لفلسميات سبا تصل لشعر الأخوة الأجواء بين ما تقوم المسيطة بجمع المخزمين بترافها الشعب قد يستمر الغناء طوال فترة الأسف لكن ما ليحدث ذلك إلا أن الوقت التغزين دون أن لاحظه أحد بعد التغزين لعدة ساعد تصل الحفلة ذوتها في بعد يفض ركس ركسة الخنجر الشعبية هذا بالطبع تزالة تجاه القوة تلغيب ان فترة الأخوة بين ما تزال الناس بسنتظر الناس في الحفلة من الفترة الشعبية حتى تشتبه كان هناك في حفلة الأخوة بين ما تزاله يانا انتباعون للراكسون هذا القفاء على التنسط المثالي الحركي مع زعيمه أعلمون يبدأون لتسريع الفقوات في مدر الراكسون الأقل مهارة مهارة مفلطهما يشتركوا في ماركة متناسكة مهارة 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 اشتركوا في القناة 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 نسمح في حالة التخدير نكون فيها ساكنين وجدي أحد فلقات تغييرات سعيدة حيث أسمح المساج أكثر بدوءا وتعمل والآن حملت الشعب إلا فشيخ التغيير قصيدة تتحدث عن القرب الأهلية في تسعينيات القرن العشرين ما سبب نسويشهما بالطريق من سوى مع المعارك الدمار وما دم تقفت فيه لذي ثلاثة التحديد أدوى ثماني ساعات وضيوف يفزن لطرة إنهم في مرحلة الخلفي في أعواضه البعد منه نشعون بالاكتيار وقت الليل هذا نعوفاً بساعة سليمان أخيراً يخرج عبد العزيز المقابلة لروسا وسيتجمع الطيور في الهد ليتمينها لأنه غتل وزوجا ارتفاع المعلويات للنشوار ثم هبوطها إلى الفضيط تسببها مادة الكافنة بالمنشطة والتي تعمل على تفرع ضربة في قرب الوطر وترفع ضربة بني الإسراف في استهلاك القاد يسبب فقدان الشهية ويطلف الأصناع لأيضاً أهلاً 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 أصبح شهراً جماعياً فطيراً يتلف صحة الربشة أعتقد أن القاد سيئ جداً لأنه قبل كل شيء يجعلك مستيقظر طوال الليل فتخسر نومة الكلية وتفقد شيئاً فلا تعد قادراً على تعالي الطعام تبدأ بفقدان وزنك وصحة كبيرك وليك لأنه يغفر على صحة الأسنان لأن المدهة الأولى اليوم يتلفها ويمكنكم بالطبع رؤية الغفر يدباني على القاد من أسماني ويمكنكم بالطبع ويمكنكم بالطبع وهو أهلاً وهو أهلاً بسبب الكرش كانت فقدات التخزين قبل أربعة أعوام وعدها حقطت سبعة أسمان ماذا بقية أسماني فمعظمها محفور ومحشور ماذا بقية القاتل السبب مويفا ومتعالي وحبنا أن القاتل يسبب الإكمان والدليل أنه يوجد طوال مليون يمني يسافرون ليعملوا في الخارج ولا أحد منهم يرامي من أوراض الإكمان ماذا بقية قيمة ماذا بقية قيمة هذا هو أسماني أصبازي المتدد الشعب المتدد تنمى منه فإذا أساب القاتل ستم تلقي ملاسا ماذا بقية القاتل وشبه فالدمر عدل الأخر أكثر شؤلية مدريكات هذا هو أخوذ السفر في زراعة القاتل أربعة مبيئات ولا يمكن أن يسبب نوعان من هذا الوفا أوست الحكومة على الحد من استعمال المبيئات الكيميائية أولئة الأمد حين يصل دلوف حفن زفاف عبد العزيز إلى الوادي دار وهو مكان تقليدي يشهد الاحتفالات الأخيرة يقل قصر الإمام السائفي على الاحتفالات البهيجة بني القصر على قمة السفرة العمودية شديدة الإنفذة ميساج الأحتفال ينتشر في الأجواء بين الأفتنين والمسيبيون ونطلسون على قمة الجوف السفر موسيقى 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 يعمل معه كاشنكوظة العالية إن أطلقه سناني ذلك أنه أطلق آخر مراسم سانج حميد الذي يرتدي الأحمر الفاتح هو أكثر من يتقل رقصة البارى في اليوم تحلم حميد رقصة وهو في سن العاشر ومنذ ذلك الحلم ما يحترف رقص وخطة خارجهم بحركات في فعية الفترة نحن يتعادل وكتباه الفركات تدمرتس ومن ثلاثر الفترة نحن يتعادل وفترة الخارجة في فعية الفترة وفترة نحن يتعادل وفترة نحن يتعادل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر